السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليها دي عادي الفيديو لهذا اليوم يحتوي على سبعة نصاح من أجل قناة يوتيوب ناجحة حتى تكون قناتك ناجحة وتتم مشاهدتها من قبل كثير من الأشخاص لازم تطبق بعض الأمور أولا وقت الفيديو اهتم بوقت الفيديو أن يكون قصير صحيح بعض الفيديوهات تحكم عليك أن يكون وقتها طويل لكن قدر المستطاع حاول أن تقلل من وقت الفيديو حتى المشاهد ما يشعر بالملل وانطي الفكرة الأساسية للفيديو بأقل وقت النقطة الثانية معلومات الفيديو ومثل ما نعرف أنه كل فيديو يحتوي على مجموعة من التفاصيل مثلا اسم الفيديو وصف الفيديو والكلمات المفتاحية بالنسبة لإسم الفيديو حاول أن يكون اسم الفيديو مطابق لمحتوى الفيديو وينطي الفكرة الأساسية لهذا الفيديو يعني الاسم يكون مناسب وصف الفيديو يحتوي على كافة التفاصيل اللي تريد تضيفها بالفيديو او التفاصيل اللي مذكرتها بالفيديو اكتبها في الوصف مثلا روابط او معلومات عامة الكلمات المفتاحية كثيرا من الاشخاص ما يهتم لهذه الكلمات وهذه الكلمات تساعد بانتشار الفيديو من خلال محركات البحث فاي شخص من يقوم بالبحث على اي كلمة مثلا اريد انزل فيديو على الاردوينو لمشروع فتح الباب من خلال القفل فبالكلمات المفتاحية اكتب اردوينو اكتب قفل الالكتروني اي شخص يبحث على اردوينو راح الفيديو ما تيظهر له بالتالي راح يزيد انتشاره فاهتم بالتفاصيل الثلاثة اسم الفيديو وصف الفيديو والكلمات المفتاحية وبالنسبة للنقطة الثالثة الصورة المصغرة للفيديو حاول تكون الصورة المصغرة تعكس محتوى الفيديو يعني لا تنطي صورة مصغرة شكل والمحتوى شكل اخر ولازم الصورة المصغرة تكون مصممة بشكل جميل وتنطي فكرة عن محتوى الفيديو ابتعد عن المقدمات الطويلة كثير من الاشخاص يضيف مقدمة للفيديو مقدمة تتجاوز الدقيقة او الدقيقة ونصف وهذا امر خطأ لان المشاهد ما راح ينتظر الدقيقة الى ان يبدي محتوى الفيديو او ان يظهر الفيديو ابتعد عن المقدمات حاول تكون المقدمات قصيرة جدا شخصيا افضل ان تبدي بالفيديو بشكل مباشر او ان نضيف مقدمة ما تتجاوز ال 15 ثانية خامسة نظم الحلقات بقوان تشغيل اذا كانت قناتك تحتوي على مجموعة من الفيديوهات وفيديوهات مختلفة مثلا فيديوهات للاردوينو او فيديوهات للاندرويد او فيديوهات للآيفون وفيديوهات مختلفة نظم كل مجموعة بقايمة تشغيل حتى الشخص اللي يريد يبحث في قناتك ما راح يواجه صعوبة راح يروح الى الاردوينو يشوف كل الفيديوهات حول الاردوينو يروح للاندرويد بالتالي راح تركس ان انت منظم والمشاهد راح يقدر يتابع قناتك بشكل مستمر طبعا قبل ما انتقل الى النقطة السادسة لا تنسى الضغط على لايك اذا عجبك الفيديو واشترك في القناة اذا ما كنت مشترك سابقا من خلال الضغط على سبسكرايب حتى توصلك كل الفيديوهات وفيديوهات القناة توصل الى كل الاشخاص النقطة السادسة احصايات القناة كثير من الاشخاص ما يهتم الى احصايات القناة مع العلم احصايات القناة امر مهم جدا حتى تعرف اي دولة تتابعك اكثر شنو الفيديوهات اللي عجبتهم اي فيديوهات يتم متابعتها شنو الفيديوهات اللي ما عجبتهم او تكون نسبة مشاهدتها قليلة تركز على الفيديوهات اللي تكون نسبة مشاهدتها عالية واهتم بهذا الجانب حتى تكون قناتك ناجحة النقطة السابعة المصداقية بالمحتوى وهذه النقطة اشوفها من النقاط المهمة جدا دائما تكون صادق بالمحتوى اللي تقوم بنشران ابتعد عن الامور اللي تختع بيها المشاهد من خلال كتابة عنوان مختلف عن محتوى الفيديو ومن خلال صورة مصغرة مختلفة عن محتوى الفيديو أو نشر فيديوهات لمجرد الحصول على مشاهدات لكن هي غير قابلة للتطبيق اهتم بالمحتوى وتأكد من عنده لأن المشاهد أو المتابع من يشوفك تنشر أمور غير صادقة لا تتصور رح يشاهدك مرة ثانية لأنه رح تعكس لصورة بأن المحتوى اللي تقدمه غير صادق ومن يكون محتوىك صادق ومن يكون المحتوى اللي تقوم بتقديما صحيح هذا المشاهد رح يتابعك مرة ومرتين ورح يوصي كل أصدقاء حتى يتابعوك هذه سبع نقاط أعيدها بشكل سريع النقطة الأولى وقت الفيديو النقطة الثانية معلومات الفيديو النقطة الثالثة الصورة المصغرة للفيديو والنقطة الرابعة ابتعد عن المقدمات الطويلة النقطة الخامسة نظم الحلقات بقوائم تشغيل النقطة السادسة اهتم بإحصائيات القناة والنقطة السابعة والأخيرة المصداقية بالمحتوى وبنهاية هذا الفيديو ان شاء الله يكون واضح للجميع وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم رسلتي وممكن تراجعون الفيديوهات السابقة اللي موجودة في القناة لا تنسي اشترك في القناة إذا ما كنت مشترك من خلال الضغط على اشتراك سبسكرايب واضغط على اعجاب حتى يوصل الفيديو إلى أكبر عدد من الأشخاص وفي الختام لا يسعني القول إلا السلام والسلام عليكم ورحمة الله